لا تقلقوا اطمئن أيها المؤمن الرب فيه الكفاية في المرض هو شافيك أو بالنعمة يكفيك اطمئن الرب فيه الكفاية في أوقات الخطر يفدي من الحفرة حياتك اطمئن في أوقات العوز والضيق الأشبال احتلاجت وجاعد أما طالب الرب فلم يعوزهم شيء من الخير في مواجهة مخاوف المستقبل اطمئن أيضا كنت فتا وقد شخت لم أرصد ضيقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا في أوقات الضيق والفشل والحرمان ادخل إلى مخدعك اصعد معه إلى جبل الشركة ستجد أنه هناك ممسك بيمينك مطمئنا قلبك مرشدا لحيرتك معزيا لك في أحزانك مهدئا لك من روعك لا تقلقوا اطمئنوا وإذا كنتم تعانون من الغربان في الحياة غربان المشاكل أو المخاوف أو الاضطهادات أو المتاعب سواء في الحياة الشخصية أو العائلية أو في مجالات العمل أو حتى في علاقاتك مع الناس إذا كنت تشعر بأن بستان حياتك فيه بعض الغربان اطرد الغربان سوف تغرد البلابل طالما هناك غربان في حياتك أنت تعاني وتتضايق لأنك تسمع صوتها مرعبا لكن عندما تطرد الغربان سوف تغرد البلابل وعندئذ تجد طمأنين إلى قلبك مكانا سهلا أيها المشاهدون الأعزاء اطمئنوا عندما تتجهون إلى الله إذا كانت حياتكم مليئة بالمتاعب والمشاغل أو الأحزان أو الدموع